كبير على هذا المكان ايضا تم وضع خدمات تعليمية نعم هذه الخدمات التعليمية جميلة انها تكون موجودة في مكان للتسوق و لقضاء يوم كامل من مطاعم و مقاعي مقاعي 5-2 اليمن بس يعني المدرسة اللي قاعد يتكلمون عنها هي مدرسة البروتوكول والتي كيت انا اول مرة انت بارح تاجي اول مرة اسمع ان في مدارس اتعلم ايه طبعا اشتغل بالخارجية اكيد رح يعطونك لكن جميل جدا حق اي واحد يحب انه يتعلم شوية عن الاتيكيت والبروتوكول و شنو يصير و شنو ما يصير متى اتكلم متى اسكت متى ادخل متى اقعد متى افتح الباب وايد اشياء ترى انها عادية في شغلات وايد حلوة ما ادري اذا السلم موجود السلمان موجود ولا اوكي السلم شون سلمان شونك يا اهلا بساكم الله بالخير انا موجود الحين في زاوية اخرى من 52 ديجريز نشهد هذا الافتاح ضخم لهذا المشروع الكويتي الناجح جدا الى الان نقع نشوف ما شاء الله ردود فعل الناس مستنسة الكل قاعد يقول ما تشنى بالكويك لكن الاحين معانا هنادي خزع المؤسس ومدير عام مدرسة اكانت في 52 ديجريز اللي هي طبعا تختص بالاتيكيت والبروتوكول حياة الله شكرا الله يفلمت طيب لو تكلمينا هدف مدرسة اكانت الاتيكيت والبروتوكول من وجهها في 52 ديجريز 52 ديجريز مؤسسة تهتم بالجمال والابداعات والافكار اليديدة نفس يتماشى مع اهداف المدرسة في انها تقدم كشي يديد وكشي بافكار فنية طيب احنا لنعرفه من اسم بروتوكول الاتيكيت يعني يهتم باذواق واهتمامات مختلفة يعني سواء كان اذياء او فنون او يعني بانواع هذا المجال يا ترى شن رح تقدم مدرسة اكانت مدرسة اكانت تقدم كل فئات المجتمع كل امور اللي تهتم بالفن والابتكار 52 ديجريز بما انه يهتم بالازياء بالاكل بالفنون الاخرى هذا نفس ما يقدم تقدم المدرسة بكورساتها ودراثها تعليمية اكاديمية ايه على هالطالح احنا سمعنا ان اكو كلاسات او اكو كلاس مبنى في هذا الستور تابع للمدرسة شو رح يقدم رح يقدم امتداد للي قدم المدرسة بس بافكار تتماشى مع الستايل مال 52 ديجريز هنادي خاز علي عطيتك العافية والله يفقكم ان شاء الله في هذا المشروع ننتقل ايضا لغيداء غيداء الشمالي الستايلست اهلين هلا والله رح نسولف في مجال الستايل وايد ان شاء الله بالنسبة حق دورش كاستايلست في 52 ديجريز كلمين عن دورش كاختصاصية في 52 ديجريز اوكي دوري بالضبط اني اساعد الكلاينت الموجودين الزوار اللي يون المحل ان يختارون اللي يناسبهم سواء يناسب اجسامهم يناسب المناسبة اللي راحين لها او حتى لو يناسب الميزانية مالتهم يعني ما في حرج حلو طيب كونت شتايلست اشرايتش في البرودكت اللي قعد قادمها 52 ديجريز والله يعني يعني اقدر اقول شهادتي مجروحة لان كل يوم قلب الشي من 52 فلوس يخلصها بس لا بري هاي كواليتي الملابس جميلة جدا وحتى مختارينها بعناية اوكي طيب بالنسبة حق اختيار المنتجات في 52 ديجريز هل هو صعب ولا شنو الطريقة لا هو مو صعب بس في معايير نختار فيها البرودكت طبعا مو انا اللي اختار البرودكت في لجنة محددة من كذا شخص يختارون على حسب الاقماش اللي يتقدم الموديل نفسه هل اللي ناسب الموضة اللي الحين اللي ترند اللي الحين الاقمشة ما تكون اقمشة مستهلكة او قماش يخترب بالغتيب يكون شي هاي كواليتي يعني بالضبط هاي كواليتي والفينيشينغ طبعا واي ضروري انه يكون ممتاز واعتقد شفتوا المستوى الملابس اللي موجودة عندنا السائل والتغيداء الشمالي يعطيش العافية الله يعافيك نقول لكم في اكثر من رول عشان تقدرون تكونون ضمن ستاف 52 ديجريز فاصل وردين حياكم الله من يديد مشاهدينا يمكن اكثر فئة مشهورة في مشروع 52 هي فئة الموضة والفاشن والازياء اللي طبعا الكل يتكلم عنها هناك في هذه الفئة تقريبا 21 ماركة كويتية لمصممين كويتين رح نتعرف عليهم اكثر من خلال هذا التقرير وبعدين نتعرف على ضيوفنا اللي داخل الستوديو واللي موجودين ايضا في موقع 52 فخليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياكم الله من يديد مشاهدينا معنا في هذه اللحظات مصممات الازياء اللي تعرفتوا عليهم اكثر من مرة معنا في تو الليل مصممات الازياء ريحام البلوشي مساعة الله الخير ريحام وحياة الله مرحبا فيك ومعنا دينا لرجيب مساعة الخير دينا وحياة الله وايضا معنا امنة مقدم مساعة الخير امنة وحياة الله والف مبروك الافتتاح الرسمي ونبي نتكلم عن 52 دقريز بعد ما كان فيه وكان فيه اقبال من الكل شلون لقيتوا ماركاتكم الخاصة وصداها عند اللي زاروا المارض وشاروا منكم ريحام وايد حلو توقعنا ان في وايد يعني تعليقات سلبية بس لا كان تشجيع كبير من كذا الاعمار اللي حلو بالموضوع الكبار والاصغار اللي شجعونا حلو نعم دينا المصممين اللي موجودين تم اختيارهم بعناية جدا يعني مو اي احد يقدر يعرض بضاعته ويقدر يعرض تصاميمه في مشروع 52 ولازم يمر في لجنة خاصة تقيم اداءه وتقيم شغله اشلون لقيت استقبال الجمهور لهذا الهي ستاندرد اللي موجود عندهم في 52 انا حاولت ان بتصاميمي انا خليها مميزة حتى اذا مرت على لجنة او الناس مختصة بهالمجال ان تلاقي الخياطة نظيفة تصاميم زينة يعني انه ما افرق ان الباجي انا خلينا نتكلم شوية عن طلبات زباينك يعني انت تقدمين موديلاتك للمحجبة والغير محجبة صح؟ طبعا اي اشلال لقيت استقبال الجمهور كاسم يديد في عالم التصميم؟ طبعا انا لقيت كل الدعم والتشجيع من كل اللي كانوا ناضريني وفي ناس ركزت علي ليش ان انا متحجبة فكانوا متوقعين ان انا انا رح اركز على متحجبة اكثر او اوكي انا ركزت على متحجبة بس بنفس الوقت حطيت لي لا ينحق المو متحجبات عشان ان شاء الله ارضي الطرفين وان شاء الله اكون انت حسن ضن الناس ان شاء الله وهذه دعوة لكل الفتيات اللي يحبون ان يلبسون بتصاميم كويتية ان شاء الله تطمح الى العالمية احنا السعادات جدا بوجودكم احنا اليوم لقاءاتنا كلها راح تكون سريعة الرتم ونتمنى ان شاء الله بالافتتاح الكبير هذا ويعني اقبال زيادة من الجمهورة على اعمالكم ان شاء الله معانا ايضا مثل ما قلت لحضراتكم مشاهدين واحد وعشرين مصمم ومصممة موجودين في مشروع ففتيتو معاي اليوم ثلاثة داخل الستوديو لكن زميلي سلمان معا سبع مصممات راح نتعرف عليهم اكثر من خلال وجوده معاك اربع اليوم سويت دسكالت سلمان يا طيج العافية غادة وياي اربعة يعني مجموع اللي استضفناهم اليوم سبعة من اصل واحد وعشرين مصمم ومصممة موجودين في ففتيتو ديجريز ناخذ اللقاءة اسرع سريع مع شيخة الحوطي شيخة يعطيك العافية في البداية كلمين عن طبيعة تصاميمك في ففتيتو ديجريز احنا عندنا اول شي هز لين شبابي ماركة كويتية نصنع البولو شيرت عندنا قنصان لابتوب كيسز و ايباد كيسز طيب شيخة انا سمعت ان انت عندت تصاميم ملابس عادية بالاضافة الى الجناط لان تكسبين فقط الكويتيات انهم يشترون منتج كويتي بهذا السعر اول شي هز اند هيرت ماركة كويتية نتميز بتصاميمنا وهم بالجودة العالية ثاني شي انا لاحظت ان الماركات الكويتية ابدا ما تقل اهمية الماركات العالمية بالعكس هذا فخر لنا ان احنا نلبس شغله كويتي الله يوفكتش ان شاء الله يا شيخة نور خريبط حياة الله نور بالنسبة حق تصاميمة الكل طبعاً يسولف عن تصاميم نور خريبط يقول انه فيها من روح الفنانات اللي هما مدونا و ليدي قاقة اول شي لان اهم فاشن بيونيرز و كلنا يعني انطالعهم و الناس تحبهم و تتابعهم فمن شدي يعني اهم رادكل عندهم اللبس الغريب يعني يمكن هذا الشي اللي حلاني تحبين تكون تصاميمت غريبة طيب بالنسبة حق التصاميم يعني شم يميز تصاميمت عن باجي الماركات العالمية والله انا يعني قاعد اقدم هالفاشن حق شريحة كبيرة في العالم يعني تابين بدايتها تكون من 52 الله يوفقك ان شاء الله يا نور ننتقل لي سارة داشتي سارة يعقيتش العافية سارة بالنسبة حق طبيعة التصاميم المعروضة لسارة داشتي في 52 انا اشاركة في 52 مع الكروشي او اغلب الناس ما يعفونهم باسم الحياكة لأسهل طبعا البران مالي متخصص بالكيد اكتر شي بس ان شاء الله في مجال انه يطور انه يصير حق مثلا الكبار يعني في يعني لاين رح يدخل انه يصير الام مع بنتها ان يصيرون نفس الشي فان شاء الله يعني فيه شغلات سليبرز يعني هو اسوقع نوع صعب من انواع التصاميم هل فيه مقاصات حق الاطفال يعني انا افضل لحتى ثلاث سنوات لانه بالنسبة لي قطعة الكروشي كلما كبر قياسها كلما قل الروح اللي فيها يعني تصير يعني كانا شي باهت ما فيها حركة شنو يديد سارة داشتي في اه يديد انه مقاطك انه رح ادخل لين حق الكبار يعني رح يكون بس بارت منه رح يكون كروشي بلس سليبرز ان شاء الله رح يكون كين كلكشن ع الصيف ان شاء الله شكورت ريم المسلم يعطيش العاكرة كلميني شنو اضافة 52 ديقريت حق ريم المسلم بالنسبة حقي كافي عندي نتعرف على هالديزاينرز الفنانين اللي تعرف عليهم زائد اللي اقاموا على هال المشروع الممتاز الوطني هذا عندي اكبر بونس حقي الله يفقدس ان شاء الله طيب اكثر التصاميم اللي عليها طلب لرين انا مشى عندي الجمس سوت اللي هو اللي يصير بانطرون مع توق ما انا لان الحين هو دارج يعني صال سنتين والحين مستمر مع تغيير شوية بالتصميم يعني البنترون كان ضيج صار واسع صار في زم شوية هذا الحين اكثر شوية دارج وماشي يعطيش عافية ريم المسلم ايضا المصممات اللي كانوا معايا سارة جاشتي ريم المسلم وشيخة الحوطي اربع مصممات وثلاثة بالستيديو من اصل 21 مصمم ومصممة في 52 ديقريت هذا المنتج الوطني شوفكم بعد الفاصل مشاهدينا حياكم الله من يديد ايضا من الفئات اللي موجودة في معرض ومشروع 52 ديقريت ايه فئة المجوهرات والاكسسوارات ايضا المجوهرات مهمة جدا لكل السيدات والاكسسوارات ايضا لا تقل اهمية لتكملة الجمال وايضا الموضة الحلوة الكويتية بانامل كويتية رح نتعرف عليها اكثر من خلال هذا التقريب